السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جملة كده لكاتب شهير اسمه سكات آدمز الجملة دي بتقول Goals are for losers Systems are for winners طبعا في يعني أول ما تسمع الجملة كده تستغرب عكس الناس كلها بتقول Goals are for losers يعني الأهداف دي للناس الخاسرين من الناس الضيعين يعني ازاي فالجملة في بدايتها مش واضحة ومش مفهومة لكن الجملة الى حد ما صحيحة يعني احنا هنعمل عليها تعديل بسيط لكن هي بشكل عن الجملة مش غلط قوي بيفكرني ببعض الطلبة يعني الجملة اللي هو بيقولها دي بتفكرني ببعض الطلبة اللي بيجوا يكلموني مثلا يقوليها مستر والله احنا انا نفسي احقق مثلا ايه احقق اه اتنين وتلاتين من ستة وتلاتين في الاي سي تي او احقق فوق السبعمية الممتاز ده حاجة كميلة جدا بتعمل بقى الموك اجزامز اللي احنا بننزلها التلاتة متحانات كل اسبوع لا والله يا مستر انا مؤثر يعني في الموضوع ده حلو طيب الهومورك اخباره ايه بننزلك اربعين من تلاتين لاربعين صفحة ارتكلز كل اسبوع ايه الدنيا شغالة ولا ايه لو والله يعني بص يعني ربنا بكرمني كده بفتح مثلا في خمس ست صفحات لكن مش اكتر من كده طب ايه عنده هدف هدف رهيب جدا جميل لكن بيعملوش حاجة خلاص الهدف ده ساعد بيدي نوع من انواع الايه الـ يعني لما يجي حد يقول له مثلا انت ليه انت اين انت فين انت بتلعب كتير انت فيسبوك طول النهار انت اه عندي هدف تمام اه هو ده اللي الراجل يقصده ان goals are for losers تمام goal بس هو ما عندوش حاجة تاني هو عنده هدف طب هل عنده steps معينة هيوصل الهدف لا احيانا على فكرة الهدف ده هو اللي بيعطله ليه لان انت عارف ان الهدف ده انحتاج شغل جامل فانت معتقد ان الشغل ده مرة واحدة حاجة كده مرة واحدة هتعملها هتوصل للهدف فبت نفسك بتوع تتساوث ما انت مش عايز تخش في المعركة دي اوكي طيب الحتة التانية بقى اللي هو بيقولها systems are for winners تمام برضو مثل تاني بقى يعني ده مثل نموذج هو قدامنا اللي هو عايز هدف كبير جدا ما بعملوش حاجة او بيعمل حاجات ما توصلوش للهدف ده اوكي يعني هو بيشتغل شغل يوصلو للستمية مثلا او للخمسمية وخمسين ماشي وهو عايز سبعمية هدا هداف فرغة يا دي مش goals اصلا يا دي dreams احلام والدريمز مش حاجة وحشة برضو انا بنتكلم عن الموضوع ده اوكي 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 اوكية مش كفاية لها اوكي كاي بتبتكلمني اوكي اعايز اوكية اضافية تفضلي زودت الموكية زودت الموكية زودت الهومورغ تحافز على حضور المحاضرات بانتظام بتعمل المطلوب منها بتحفز الكلمات بتحل حل اضافي لوحدها بعد الحصة على طول بتعمل تحليل الأخطاء بتاعتها بتعرف غلطتها ليه الرجل وضع الامتحان ازاي قدر يخدعها. تمام? ازاي تقدر تعدل الكلام ده او تحسن الكلام ده في المنزل. بس وصلت اللي هي عايزة. ها وصلت ربنا احفاظه ويبرك فيها وعملنا ندوة للموضوع ده خلينا سالمة تتكلمنا عن الايه? تتكلمنا عن ازاي وصلت لجه. فاحنا عندنا نموذجين بقى. نموذج اهداف فرغة من غير اي حاجة. والنموذج ده فعلا فشل. اوكي. ونموذج سيستم بس من غير اهداف. ماشي? ونموذج ناجح جدا. طالب بيعمل اللي عليه. كل يوم بيقرب خطوة من التفوق والابداع يعني ان هو يبقى حاجة فبيلاقي نفسه فالآخر. واحد هدفه ان هو يختم القرآن كل اسبوع مثلا. خلاص بس ما فيش. فهو كل يوم يصحى يلاقي قدامه كم كبير جدا فيخاف يخش فيه اصلا. وواحد بيعمل كل يوم صفحة. تمام? بيقرى كل يوم صفحة. حلو. بعد شوية بيلاقي ان ايه الحلاوة دي? طب ما هو ما نزود شوية? هو مش بيقرر. ده هي الحلاوة بتاعة القرآن بتاخده. فبيزود شوية. بيزود مثلا ايه? كمان سطرين. وبعدين مش هارف ايه? وبعدين مع الاستمرارية بيلاقي نفسه بيقرى جزء كل يوم. مع الاستمرارية والحلاوة والجمال والقرآن واليوم بيبقى روعة كده. بيتلاقي بيزود بيوصل للهدف. صاحبنا الاولاني عنده هدف. بس ما بيوصل لشيء لأي حاجة. لما تيجي تقول له طب اقرأ آية. يقول لك آية. آية في اليوم انا عايز اقرأ. انا عندي هدف رهيب. عايز اوصل له. عايز اعمل زى الصحابة كده وخلص القرآن كله في اسبوع. خليك مع الهدف بتاعك. او مع الحلم اللي انت ايه مش عارف تعمله ده. فاهمني? احد المؤلفين بيقول كلام جميل جدا جدا. انا مش فاكر اسم المؤلف. بس هو الكتاب اسمه تايني هابت. بيقول لك اعمل اعمل اه الروتين بتاعك يكون صغير بغباء. ستيوبيد تايني. تمام? هو الراجل بيقول انا عدت سنين طويلة احاول اوازب على الرياضة. ان الرياضة دي تبقى جزء من حياتي. ومش قادمة. لغاية ما عملت نظام او اتفاقت مع نفسي ان انا هوازب كل يوم على وان. ايه ده? ايه التفاهة دي? وان بوشوب. يعني ضغط ضغط. تمرين الضغط كل يوم. ايه 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 يا فدي? وده يعمل ايه? يا يعمل كتير. قالك من ساعتها وانا موازب على الرياضة ووصلت دلوقتي لنص ساعة يوميا. انا مش عايز. يا سيدي خليها مش مفيدة. هي مفيدة. لكن خليها مش مفيدة. الفكرة ايه? ان نفسك عمرها ما هتيجي تقولك. بلاش. ضغطاية. ضغطاية. بتعملها في ايه? في خمس ثواني او اقل من خمس ثواني. فمهما كنت تعبان. مهما كنت مرهق. مهما كنت مكسل. مهما كنت ايه? نفسك مش عايز. فهتبدأ تخش في الروتين اليومي بتاع حياتي. كتير جدا 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 من الايام. لما تلاقي نفسك نزلت على وضع الفوشوب. وعملت واحدة. هتلاقيها جابت كمان واحدة اتنين. تلاتة اربعة. خمسة ستة. ها? انا عملت الموضوع ده على جهاز رياضي هنا. كنت عامل لنفسي كل يوم نص ساعة اطلع ليه? فكنت بعمل الحكاية دي مرة في الشهر يمكن. ليه? مهما انت لنفسك بتقعد ايه? تفاصل معها نطلع نص ساعة. طب النص ساعة دي نشتغل فيها احسن. طب نريح. طب نعمل فيها كذا. كذا كذا. لغاية ما قريت الكتاب ده. وبدأت اقول ان انا هطلع على الجهاز ده لمدة خمس ثواني فقط. كل اليوم. اوكي? من ساعتها وانا مواظم على الموضوع ده ما اضعتوش. اول يوم طلعت على الجهاز قعدت خمس ثواني. وبعدها بقول خلاص. يلا مش عايز انزل. كملت خمس دقائق. مش عايز. انا قاعد بقول لا. عايز تنزل انزل. خلاص. انت خلصت الواجب اليومي بتاع. مش عايز انزل خلاص. هي الخطوة الصعبة اللي هي الطلوع على الجهاز عدناه. خلاص بس. فهو الصعب دلوقتي على فكرة ان انت تنزل. يعني الصعب ان انت بدأت تستفيد وبدأت تتعرق وبدأت تتعمل. انش عارف ايه. وتنزل اصلا. تهمني? تاني يوم خمس دقائق. تالت يوم خمس دقائق. رابع يوم خمستاشر دقيقة. انا عايز انا قاعد بكلم نفسي طول ما انا على الجهاز بقول لو عايز تنزل انت. مش عايز انزل. تمام. دلوقتي بقى جزء من الروتين اللي هي. وما زلت على فكرة. وما زلت الهدف خمس سوائل. تمام. فاحنا بنقول هنا ان جولز. اللي هي الجولز الفارغة. طيب. هل كلام الكاتب ده صحيح بنسبة مية في المية? لا احنا نقدر نطلع توليفه احسن. ان يابع عندك الاتنين. ان يابع عندك حلم. اه. 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 او يابع عندك حلم بتسع وفي نفس الوقت عندك خطوات بسيطة جدا جدا جدا. بحيث ان نفسك ما ترفضهاش عشان الوصول للحلم ده. تمام? ده كده افضل ممكن ايه اه توصل لي. اه نتمنى يعني ان الفكرة تكون وصلت وتستفيدوا منها. لو استفدت من الفيديو ده زي ما اتفقنا. ولا تعمل لايك ولا تعمل شير ولا تعمل اي حاجة. صلي على النبي بس ودعي لنا. ودعي الام يا الله ارحمه ومخاليك كويسي. السلام عليكم.